ميزات مخفية بالآيفون لازم تعرفها إذا كبس كبس مطولة على الإعدادات على الساتينجز بيجيك عدة خيارات فيك تصلن بسرعة البطارية، البيانات الخليوية، الواي فاي والبلوتوث إذا حابت تتحدث مع شخص باللغة الإنجليزية وانت ما بتعرف اللغة الإنجليزية كل عليك تكتب باللغة العربية الكلام اللي حابب تبعت له إياه بتحدث الكلام بتكبس على السهم بتعطيه ترجمة وبيعطيك الكلام باللغة الإنجليزية وبتعمل استبدال بالترجمة هيك تحولت للغة الإنجليزية ببعت له إياها هيك وصلتوا باللغة الإنجليزية إذا إجيك أي نص باللغة الإنجليزية أو أي لغة تانية وانت ما فهمت على النص كل عليك بتحدد هيدا النص بهيدا الطريقة وبتعمل ترجمة وهيك فورا بترجم لك كل النص لقدامك لللغة العربية وإذا شمرة وجهت رابط ما نقادر تكبس عليه لحتى ينفتح الرابط بتاخد لقطة للشاشة لهيدا الرابط بتكبس على الصورة بتكبس على الألم بتكبس كبسة مطولة على الرابط بهالطريقة مثل ما شايفين بيفتح الرابط قدامكم إذا حابت تبعت موقعك بشكل سريع على أي تطبيق مواقع التواصل الاجتماعي بتكبس كبسة مطولة على تطبيق الخرائط بيجيك إرسال موقعي بتكبس على إرسال موقعي بتعمل مشاركة على جميع التطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سريع جربوا هوا المميزات وعطوني رأيكم فيهم ما تنسوا أي شخص عنده مشكلة بالآيفون كتب لي بالتعليقات إن شاء الله بأسرع وقت وإنكم بحاول رد عليه وحللوا مشكلته